أهلا بكم نفت الإدارة العامة للطيران المدني صحة الإشاعات التي تتحدث عن وجود ازدحام شديد في المطار يستدعي من المسافرين الحضور قبل خمس ساعات من موعد رحلتهم وأكدت الإدارة أن هذه الأنباء عرية عن الصحة وأن حركة المسافرين والرحلات في المطار طبيعية وانسيابية أكدت الإدارة العامة للطيران المدني أن رحلات شركات الطيران في مطار الكويت الدولي طبيعية وانسيابية والتسير حسب جدول الرحلات كما أن حركة المسافرين داخل مبنى المطار الطبيعية رغم العدد الكبير للمسافرين في الأيام الثلاثة الماضية ونفى مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للطيران المدني المهندس صالح الفداغي صحة الإشاعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن وجود ازدحام كبير في المطار يستدعي من المسافرين الحضور قبل خمس ساعات من موعد رحلتهم داعيا المسافرين إلى التأكد من المعلومات عبر الاتصال ببدالة مطار الكويت الدولي أو مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية سواء مواقع الطيران المدني أو وزارة الداخلية وقال الفداغي أن تلك الإشاعات ساهمت في قدوم العديد من المسافرين قبل موعد رحلاتهم بخمس ساعات وانتظارهم في المطار مما أدى إلى اكتظاظ لا داعي له وأشاد الفداغي بالدور الكبير لوزارة الداخلية على تعاونها وتنسيقها مع الطيران المدني لمواجهة الحركة الكبيرة للمسافرين منذ بداية عيد الفطر السعيد مبينا أن إدارة العمليات في الطيران المدني وضعت فريق أسناد يقوم بكل ما هو ضروري لزيادة سيابية حركة المسافرين في مبنى الركاب وناشد المسافرين تقديم يد العون لمواجهة أي ازدحام في المطار من خلال اتباع تعليمات الطيران المدني وتوقع الفداغي الزيادة حركة المسافرين القادمين ابتداء من يوم الأحد المقبل حيث يعود معظم المسافرين الذين قضوا إجازة العيد في الخارج في حين شهدت حركة المسافرين المقادرين اكتظاظا في الأيام الثلاثة الماضية إذ قادر البلاد نحو 250 ألف مسافر وأشار الفداغي إلى أن مطار الكويت الدولي يعمل فوق طاغته الاستيعابية والتعاون بين المسافرين والطيران المدني والجهات ذات الصلة كفيل بتجاوز هذا التحدي لا سيما وأن المطار يسير يوميا حوالي 140 رحلة طيران لشركات مختلفة اشتركوا في القناة